وبذات الموضوع تنضم إلينا من بغداد الخبيرة في الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتورة سلام سمياسيم أهلا بك دكتورة سمياسيم في هذه النشرة وشكرا لوجودك معنا إذن تحديات ربما ذكرت في هذا الإطار تعترض موازنة عشرين ثلاثة وعشرين ما هي أبرز تلك التحديات برأيك وهل تتوقعين تمرير الموازنة بالبرلمان بيسر وسهولة بناء على المقدمات الموجودة حاليا؟ أسعد الله أوقاتكم وأشكركم علي تحت هذه الفرصة قليل التحدث أو التعبير على الرأي الاقتصادي في مسألة مهمة مثل الموازنة هناك نوعان من التحديات التي تواجه الموازنة العراقية يعني بالتات موازنة ألفين ثلاثة وعشرين موازنة أو ألشي عندنا مصاعب اقتصادية وعندنا مصاعب سياسية المصاعب السياسية كما أشار إليها التقرير الذي تفضل بأستاذ سعد زلزلي هذه قضية تتوقف على التفاهمات بينهم وأعتقد هي التفاهمات التي كانت قبل تشكيل الحكومة في مقابل تعطاء التأييد لكي يكون الشخص هذا المرشح دون غيره أو لتشكيلة الوزارات وهكذا هذه قضية سياسية نحطها على الجهة القضية الاقتصادية العراق يواجه الآن مطبين خطرة ولكن لا تجري إشارة إليهما المطب الأول هو عدم الثبات النقدي لسعر الدينار العراقي وبالتالي كل يوم نسمع صاعد نازل الناس طبعا بالمفهوم العام يقولون صعد الدولار نزل الدولار هو مو الدولار هو الدينار العراقي نازل قيمته كما تتذكرون آخر موازنة صوت عليها اللي كانت قبل سنتين كان وفق قرار رسمي من وزارة المالية بأن يكون سعر الدينار مخفض ب23% أي بما قيمته 145 أو 146 هذه القضية الآن سعر الدينار لم يطبط طيب كيف سيتم احتساب هذه الأموال وتقييمها وبالتالي تقييم مستوى الاستقرار الاقتصادي هذا أولا الشيء الثاني مشكلة سعر النفط سعر النفط حسب ما أدلت به المجموعات البحثية الخاصة في البنك الدولي السعر المتوقع كمعدل هو 64 دولار طيب بالرغم من أنه توقعات هناك الارتفاع على أن نحن في فصل الشتاء وموجات برد ولكن هذا السعر أعطوك أفأج طيب لم ستحتسب الموازنة السعر لا سيما أن هناك يعني بصراحة نحتيها أطماعا سياسية وأن هناك يعني نقول مساومات على سعر النفط وهذا هو أيضا ولكن دكتورة يعني رئيس الوزراء تحدث يوم أمس عن ارتفاع سعر صرف الدولار وقال إنه فرصة للإصلاح الاقتصادي برأيك ما الذي يعنيه السوداني بهذه العبارة الإصلاح الاقتصادي كيف يمكن أن يعد هذا التذبذ بفرصة للإصلاح هذه نفس نفس الجملة السماع من الحكومة لأنه على كميات أكبر من النقد المحلي مقابل هذا الدولار يعني بدل ما تنطي مية وخمسة واربعين ألف دينار عراقي حتى تحصل على مية دولار رح تنطي مية وسبعة وخمسين ألف دينار عراقي حتى تحصل على مية دولار هذا الفرق يصورون أن يسد لهم العجز في الموازنة وبالتالي يسد الزيادة اللي حصلت في الرواتب والتي هي بصريح العبارة أقولها أنه زيادة كارثية لأنه هذه الدولة هي أكبر مؤشر على أنه لا وجود أبدا للإصلاح الاقتصادي وإنما هي موازنة للمزيد من التراهل الإداري ولمزيد من الرواتب لأجل التهيئة لمرحلة انتخابية قادمة هل يعني ذلك دكتورة أن الحديث عن رفع السقف الرواتب في هذه الميزانية من 41 إلى 62 تريليون دينار سينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي طبعا لأنه زيادة في الأيدي العاملة الحكومية وبالتالي زيادة في هذه الفقرة هذه كل الزيادات هي زيادات يعني نقول إيت راح تاخذ ما راح تنطي هي ما تنطيك انتاجية احنا بس موظفين نضخ بيهم في الدوائر الحكومية لأكثر لكن انتاج مادي احنا ما عدنا انتاج مادي بدليل أن القطاع الخاص متوقف طيب لو القطاع الخاص يعمل كان استوعب أيضا هذا أيضا يقودني إلى سؤال آخر متعلق بالمنهاج الوزاري لحكومة السودان الذي تحدث حتى المستشار المالي مظهر محمد صالح تحدث قبل أيام وقال أن هناك توجه لتنويع مصادر الاقتصاد بأن لا تتعكز على النفط هل هذا ممكن في ظل الوضع الحالي هو ممكن ولكنه غير مطبق ممكن جدا لكنه غير مطبق بدليل هذه الموازنة هذه الموازنة أرجعتنا إلى نفس النقطة احنا من 2004 لحد الآن موازناتنا ما هي هي خمس هيروح أمن ودفاع والباقي الأكبر هو رواتب والباقي يجي لكنه احنا صرفنا على شيء استثماري بنينا مدارس بنينا مستشفى بنينا معامل بلطنا طريق لا طيب انتو ما تقدرون جهة عامة اذا نعوف الجهات الخاصة حتى هناك معارقلات لعملها في داخل العراق ولذلك نشوف هذا الترديل اللي صار في الاقتصاد العراقي شكرا جزيلا من بغداد الخبيرة في شؤون الاقتصادية والمالية الدكتورة سلام اسميسم لوجودك معنا شكرا جزيلا من بغداد شكرا جزيلا من بغداد